سأخذ مباشرة اتصال من صبرين عبدالخالق يلي والدها كان موجود إبراهيم عبدالخالق مساء الخير صبرين أهلا نشاء عنك مساء الخير صبرين استضفنا والديك وبعتقد إذا عم بتشاهدك أنت شفتي فراحة نشان لأ ما كنت عم شاهد بس بعثولي بعض المقاطع فراحة أنا كلبي اجتماعوا بعضي طالعوا بس بعثولي بعض الاشتاء تفضل ليش هالاحتقان يعني ليش ليه بده يتبرى من اللي عملتيه دي بيته بال يعني الواحد بيختلف عليه جدا بس أنا هدفيه بنفس العيلة هالخرق أنه أنا طالع أقول أنه بدي أتبرى من بنتي أول شغلي نشان أنت عم تحكي مع الثاني دكتورة ومثقصة ومعلمة مرفتها على كل المثقصات بحكم شغلي أول شغلي أنا بدي أقول لك منطلق العلمة والمضاء شو بتشتغلي؟ شو بتشتغلي صابرين؟ أنا خبيرة قانونية خبيرة قانونية دولية نشان أول شغلي أنا لم أعتبر والدي أنه تخلى عني أو أنا فاني من العيلة لثلاث أسبان نعم أولا أنا مازلت لحد هلأ بعرف عن حالي صابرين إبراهيم عبدالخالق ولحد هلأ بعد من طيلع سجل عدلي وخراج أيد عائلي يعني أنا لستطفئ أنه مبارح بعد طيلعت سجل عدلي للبنت اللي عندها الجديدة يعني أنا لازلت على خانة أبي فأنا لم أعتبر أن والدي هو أصلا نفاني هادي أول شغلة تاني شغلة الموضوع هو أنا لما أول مرة طلع يعني على السوشيال ميديا مش عمت معت حضرتكم طلع على السوشيال ميديا أكيد هو عنده وضع صحي معين وفيه يعني الطابور الخامس اللي عم بيحرد المجدى الوالدي عليه وهنا بيعرفوا ظروفه الصحية وإذا كلكم سوى يعني كل المحللين وكل الألميين بيرجعوا بيرجعوا المقابلة بيعرفوا أنه كان فيه تقاطع بالكلام وغير الكلام غير مترابط كان هو مدفوع أنه يحكي هالكلام وكان وضعه الصحي أكيد منه ملصور هذا الموضوع تالي سبب شو ظروفه الصحية سابرين؟ شو ظروفه الصحية؟ لك رح قل لك شغلة يعني شان أنا بالنسبة لقلي أنا هيدا بي يعني هيدا بي وهيدا عيون اثنان يعني هيدا عين اليمين وعين شمال وقلدي أنا بقله الله يسامحه وهو كل عمره بيسخر فيه لأني أنا طلعت إنساني رفع سلوراس وبعلمي وبسقرتي وبانتفاحي على كل الناس وبيمتبرتي على المجاح برغم الظروف البيئية اللي نحنا منعيشها فوق يعني بالمنطقة بهذه الموضوع أنا ماني جاية أحكي صفة صراحة يعني ما بديك تتأثري بديك تحكيني لا لا يعني سوري أنا ماني جاية على الهوال حتى أحكي أمور عائلية أمور عائلية لهذا الموضوع عفوا النشان ما أحترامي لأيك ولا دموزان رشال ولا ضيفك كل المشاهدين لأك هاي الأمور العائلية ما بتنحكي ولكن الموضوع أنا رح إلك شغلي أنا عراس الصفح وأنا إنساني عندي مبدأ وإنساني تربيت لمدرسة ميشيل عون وأنا حرة أني حب ميشيل عون الطريقة اللي بتحبي فيه نعم مثل ما أنا بشوفه مثل ما أنا بشوفه أنا بالنسبة لأيلي بمظاهرة بعبدة أنا أكيد أنا صلي من وقت المظاهرات عم بتعرض للتهديدات على تليفوني وعى السوشيال ميديا وعلى حتى يعني أهلي كانوا عم بيتعرضوا لمدايقات ولتهديد وأنا كنت ملتزم الصمت وأنا كل اللي بيعرفني أستاذ نيشان بيعرف أني أنا إنساني قم من التهذيب وأنا ولا مرة بصد مع أني أنا عونية عونية لدم عونية لدم عونية وقبوط لآخر نفس أنا عونية بس أنا ولا مرة تعديت ولا على حزب ولا على سيار ولا على أي جهة دينية لأني أنا هيك تعلمت بمدرسة بشيال عون أني يكون محترمة ومنفتحة ومتعلمة وحب تخيل إنسان بالوطنية أنا بحب الدين بالنسبة لألي هو تعامل بالنسبة لألي كل البشر بلبنان هم إخواتي بالإنسانية وبهيد الوطن ونحنا شركائي فأنا وقتها أنا أصلاً أحقلك شغلي أنا تلميζة رهبات وأنا تلميزة إرجال بسكول وأنا قرار دي تعلمت بره عم تحيون تقول أنه مأصدت أبداً التطول أبداً أبداً على ذات الإلهية أنا أنا نشان إذا بتخوت على ريتي أنا ببيتي في صورة مار شربل عليه السلام وفي إنجيل وفي مريم العدرة نعم صبرين بس الناس اللي سمعوك عم تحكي منه شايفين كانوا لا الصور ولا فايتين اللي حكموا عليك حبيبي أكيد أنا لست المستهدفة أنا لست المستهدفة أنا المستهدف بكلامي كله هو فخامة الرئيس ميشيل عون والوزير جبران بسير إذا كلام فخامة الرئيس تحور وإذا كل يوم وكل ثاني وكل ساعة معالي وزيرنا رئيس سيارنا عم بيتحور كلامه فكيف أنا ما يتحور كلامي يعني أكيد في طابور خامس عم يلقى كل حدا عوني ولا شك يعني أنت بس سابرين يعني كمان طابور الخامس ما أنت قلت ولكن هالسؤال أولا أنا صراحة كتير حبيت أنا ما بعرفك شخص كتير حبيت لحكيتي هلأ وبجول المسامحة والوعي اللي عم تحكي فيه عن جد تحية عليه صراحة سابرين أبوة برافو عليها ومتحكي موش شخصية جربت قدمة فيه بيك أنه منفوض موش شخصية برافو عليك بس سؤال هل اليوم إذا رجعت صارت بتقولي نفس الشي بتقولي هي على انفعال واضح بس أنه أكيد أكيد أنا لآخر نفس أنا لآخر نفس أنا شايفة أنا رحقلك شغلي أنا أولا أولا بس حتى لا يحور الكلام أنا رحقلك شغلي أنا اليوم كان المقصد كان المقصد لأنه نحنا كتير عم نتعرض لضغوطات عالو كتير عم نتعرض لضغوطات أنا لكانت الانفعالية أنني علما أني أنا معروف عني أني أنا إنساني كتير رائعة بس أنا كنت عم باستفزد كتير من خلال التهديد والأمور اللي عم توصنني على رئيسي ورحقلك شغلي فقامة الرئيس ميشيل عون هو أنا هو أنا يعني هذا جزء لا يتجزأ من حياتي اليومية هلأ على هدوء إذا بدي أسألك مرشربل ولا العماد عون على هدوء مفتد كني رائعة لا رحقلك شغلي رحقلك شربي أكيد أكيد مرشربل علي السلام أكيد مرشربل علي السلام خلاص وضحت جواب لك المحبة خاصة عفوا رشيل عفوا أنت فألت لسؤال أنا عم بسألك سابرين بإطار لأنه أنت حتيتي من المصرف تنوضح للعالم أنه بوقتك كان انتعال لا لا عفوا أنا ما حتيتوا لا عفوا أنا أنت فألت لسؤال عم تسأليني هلأ إذا مرشربل مرشربل علي السلام ولا العماد ميشيل عون فخامة الرئيس رحقلك شغلي رشان لا الديد مرشربل علي السلام أنا محبتي لإله تختلف كليا أنا محبتي عن فخامة الرئيس لأنه أنت محبتك للإدير غير أو للنبي أو للإمام غير تختلف ومحبتك للبشر هيدا أنا حرة نعم سابرين صح أنت حرة والله يلم الشمل وتهتمني كمان بقدسية الروابط الأسرية سواء من ناحيتك ومن ناحية أبوك لأن العائلة كمان وحدة أساس بالمجتمع وما منتمنى لأي حدا يصير في ذاك الشرخ بين بنت وأبوها